شاهد الرئيس وهيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع فعالية المؤتمر الدولي الذي نظمته الهيئة بشأن سبولي دعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة بحضور كوكبة من العاملين في قطاع النقل البحري محليا وإقليميا وعالميا وممثلي أبرز الهيئات والمؤسسات وشركات التجارية والبحرية وخطوط الملاحة العالمية وذلك بمركز دبي للمعارض في معرض إكسبو دبي 2020 وأكد رئيس الهيئة أهمية تكاتف الجهود بين كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل البحرية بما يتيح تعظيم كافة الموارد المتاحة في مواجهة المتغيرات المختلفة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها حركة التجارة العالمية وأبرزها انتشار فيروس كورونا ومتحوراته أو ما يخص المتغيرات المناخية بما لها من آثار وتداعيات كما شدد الربيع على إدراك الهيئة حقيقة التحديات التي واجهت العالم بأسره على مدار العامين الماضيين والتي لازالت تلقي بظلالها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية النهاية كانت السويس عبر تاريخها الممتد الأكثر من 150 عاماً قد أخذت على عاتقها مسايرة التطوير والتحديث بكافة أشكاله تماشياً مع ما يشاهدوا العالم من ثورة صناعية وتكنولوجية في مجال بناء السفن خلال القرن الماضي والتي أفرزت أول تطبيق عمل إلى مكافحة الألغام بالقوارب المسايرة عن بعد تريكا في نهاية الحرب العالمية الثانية وفي ظل ما نشهده اليوم من تطور سريع ومتلاحق في مجالات البرمجة وإنترنت الأشياء والزكاء الاصطناعي فإننا نسعى بقوة لتعميق خبراتنا وتنمية قدراتنا في هذه المجالات ليس فقط لنكون متابعين لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا ولكن كي نكون مبتكرين ومبدعين في مجالات التطبيق ذات الصلة بالاستخدامات التجارية للسفن المسايرة ذاتين لنحفظ لقناة السويس رياداتها الدائمة في كل ما يتعلق بقطاع الملاحة البحري وليس أدل على ذلك سوى استراتيجية هاي قناة السويس في عشرين إلى عشرين ثلاثة عشرين هذه الاستراتيجية الطموحة التي من خلالها تصميم وبناء التي اتتم من خلالها تصميم وبناء مركزين متطورين للبيانات